صباح الخير او مبقى الخير يا برج العقرب القراءة العطي. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتح. طاقتك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. اه بعد كده. اه. انت خارج من علاقة. بالضبط. خارج من علاقة. وممكن تكون في حد مقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. ولو سمحت انا مش عايز عرضك ده لان انا يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مسلا عرض ميلقش بيك او ممكن تكونك تعلاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني العلاقة مرة تانية وانت رافض كماما الصلح وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب. مشاعر الشريك ايه ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? احنا هنبدأ حرب. برج العرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايفه ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على الثاني والنصيحة. طيب مبدأين كده يا برج العرب انت آآ نبدأ بالمشاعرك والمشاعره عموما الاتنين هيموتوا بعض. يعني نصيبناهم كده شوية هيموتوا بعض. وزين نعمل حاجز كده. في حرب هتقول. اه شخصية آآ مغرورة. واحيانا بتبقى مش احيانا. غالبا بتبقى شخصية برده. وبتعامل الناس باستعلق. ودايما دايما دايما تحب تمشي كلمتها على قدامها. من الاخر كده نسيطرة. وممكن تكون تحب تمشي اللي معها على مزاجها. يعني كلمتي انا اللي هتتنفس. في كل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مثلا حاجة تمشي مش على مزاجها. مثلا علاقة مثلا تخرج ما هي اللي تخرج. مش الطرف اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء اخر. ولكن فيه ازاغر ان مشاعره حاليا. آآ هو زي ما يكون انا مش عايز اقولها من دلوقتي ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض مصلحة. آآ واثق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده الواحد بيقدم عرض مصلحة بالشكل ده. يبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدام وضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحلقات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده? لان انت الامبرس. آآ سوري ايه? الامبرس ايه? الامبرس. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فوق. واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرار للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده مسيطر عليك. بيقول لك تمشي تروح فينك? انت بتاعي. بتقول له انا تعبتي وتقول لك مش حكس ما تعبتي. لما انا اتقرر تمشي انا همشيك. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حاجة بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاني. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقته. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقته. ما بقول لك هو واسك من نفسه. طبع طبعنا دي طاقته هو واسك من نفسه قوي. زي ما يكون بيتفرج عليك. وانت وانت ماشي. يا مسلا مسلا. انت بتقول له انا عمشي. وهروح اتجوز. وهشوف حياتي. فهو قاع كده يقول لك. وريني بقى تعمل ايه. اه يا خويا كل مرة تقول لك كمي تندل. وبترجع عادي وفيش حاجة. هو بيقول كده. ممكن تكون انت تعملت معه بسهولة في الاول. هو شايفك بقى شايفك عشان اقول لك بس بقى شايفك ان انت اي كلام. شايف ان انت شخص بتقول آآ كلام آآ ما انتش قده. وانك آآ مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيض. آآ يعني عايز اجيبها لك ازاي? لما بتزعل من حد. بتطلع اللجواك وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى ده انت بتهدده. مسلا. او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقي تلفت انتباه وعشان يرجع لك مرة تانية. هو شايفك كده. شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. آآ بتهدد على طول بنتك. ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو ما انا تعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكالمة. طب والله العظيم انا مكلمك تاني. تمام. الصبح بيصد تصحي الصبح تقول له ازاي كعمل ايه? هيا فترت ولا لسه? عشان كده هو وصل جدا. وصل جدا من مشاعرك. خلاص? آآ انا ضمنتك. انت عايز اكتر من كده. انا ضمن ان انا هروح حاجة هلاقيك. بمعنى اضبطي يعني. انت شايفه ده انه آآ عايزة كده لك ازاي? برضو. اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه انه هو ممكن تكون آآ انت شايف انه هو ايو ايو. بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه قبل. وقدته فرص كتير جدا. وشايف انه هو خلاك انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف انه كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خليك متعلق معاه في علاقة آآ والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق لانت عارف. تروح يمين ولا توحش معك. طب انا مسلا هتخطبني اخر السنة ومش هتخطبني. طب انت راح تشوف عروسها ليه ما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيها استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده بتشوفه ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى تفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او انه هو اه ممكن يكون الشخص ده تركز معايا بقى. رحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. هيباقي بقى مش انت رحت لعلاقة تانية. بالزبط كده. مش انت رحت مش انت رحت تتجاوز. ممكن لقول شخص ده تتجاوز او خطط. بالزبط كده. شخص ده تتجاوز او خطط. او ارتبط. حتى ايه. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت رحت ارتبطت واتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بص يا عام. في ستين داعي. يلا يا عام. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهواء. واو ايه هاتش. وهتقول هرجع بس مش هتري تسيبني. انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق فيه. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. حيرجع تاني يقدم لك مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عاملة ايه? يا ستة مفيش حاجة او بتاع. انا بحبك انت انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتأكد دلوقتي. بس. آآ الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو هتجوز وهخطوط. ويجي يقول لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. آآ بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو آآ عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حالتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما يجي يقدمه عرضه هتقباله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. بيخرج من اللاقة ويجي تاني. يخرج من اللاقة ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميبداكش منه حكم. اهو. شخص ما بيبانش مشاعره اصلا. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. بتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقول لك اه ازايك? والله ما ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغت كده على حد. وروحت اشوفه بتاع. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف انه مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على زي الاساس. بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صحة كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجي لك بالعرض ده انت هتشعر هتشعر بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خدع. بالزبط. زي اللي انا قلت قولك كده. هتشعر بان كاس الحب ده واهمي. انت كدد. انت شخص كدد. تبتضحك علي. انت بتروح تعمل العلاقات تانية وتجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني مسلا مش هاسبت ان انت قاتل عليه عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدد. هتعمل ايه بقى? هتلف في وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل لنا عرض ده. خالص. نهائي. انت عارف ان في خداع في الليلة دي كلها. شخص ده بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض? ايه هو? الله هو اعلم. الله هو اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج. ممكن يكون شخص متزوج. لان احنا عندنا هنا اه. عندنا لو انت راجل فهي متزوجة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك. بتقولك انا بحبك وحشتيني. وانت بقى بتروح انا كمان متع. فانت خلاص ذهقت. ايه يا عم ده? اعملت كل شوية تجيت تقدملي عرض عبيد توها بل. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. ده واحد بيجي يهزر. عرض مش جيبيت ده كباه فيها سمكة. ايه الواحد جاي يهزر. انت جا تهزر. فهتقول له لا يا عم شكرا. وتنتظر الى ان المضوع يمشي بقى مع نفسه. ينتقي مع نفسه. وانت معانت. هتعاند على فكرة. هتعاني ده تبص قدام. وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة اه هو شايفها بينك وزاي شايفها التور اوف ساردس. او ممكن تروح بيكو على فينة? اه العلاقة دي فيها وجهة قلب. وفيها اه فيها وجهة قلب. فيه طرف وجهة تاني. وفيها طرف تالت على فكرة. فيها طرف تالت لمحال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما احب اهرب اروح مسلا عند فلان. لما احب اهرب من جزء ومشاكل العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فكرة. هو مش عارف ياخد حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. في حاجة وعايز يخلص منها. بس هي فيها وجهة قلب. العلاقة دي فيها وجهة. فيها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايزة. من كل النواحي بايزة. علاقة ما فيش اصلا. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايفها ان فيها خداعة. خداعة. انت كنت بتقول لي بحبك انت كتب. شخص خدعتني. كان فيه طرف تالت. فيه طرف تالتها فيه طرف تالتها. سواء اكتشفتها او انت عارفة بقى ان فيه طرف تالتها. عارفة ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هطلقها. مطلقها اوش. ولا حاجة ولا انتش. فيها خداعة. نصحتك. ايه بعد الشخص ده عمك? ايه بعد الشخص ده عمك يا برج العقل? شخص ده هجيلك. هجيلك يقولك اه وحش تاني. عمل ايه? ايوة. علاقة سلسية. اخر قد. علاقة سلسية. الشخص ده مش هيسيب الطرف التالت لو قالك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة مليانة طعنة في الظهر. مليانة خيانات. والاخر. بيقولك مشي. تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطبت نفسك الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا يبقى معالي. ان ما كاملش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلىش. وانت في بداية الطريقة هون خلاص. امشي بقى. سيب بقى امها خلاص. دافع. بعيد وقول لهوش امشي. اللاقة دي ازيتك نفسيا ان لو استمرت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. علاجة خسرانة. بالطول بالعدة خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبافعاله. بيدخل بقى بالدور وانجل والمنجل والحاجة الدولة. لكن هو في قرار نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية بتاعة الهلاقة دي ايه? شهر ثمانية. بورقة ما يجيخرج منه. نهاية جوز? اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جاي لك عرض جواز. مباشرة. وحد بيحبك او. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش هيقدر اصلا يجي لك ومش هيقدر بروت نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ممكن تكون انت مش عايز. جيلك عرض جديد. عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيتحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكبايات. سيب له الكبايات كلها. كنا مسلا معاه في علاقة وكنا بنحبه هو مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت جايلك الاربع عصيان كلهم. بواخة. بيه بواخة. شخص ده بيت معلقك معاه. معلقك معاه. يروح. يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامشي الليل. معلقك. مهضمك. ضمك. ليه يا برج العقل? طب وعلاقي يا حبيبي. ضميني? ضميني ايه ده? ضميني في عينك. ضميني في ايه? لأ يا عم انا ماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت واخدها جدها. كمل بقى. كمل عشانك. عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عم. مبروك. يا رب يا برج العرب تكون اللي القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحده فيها كل الأوراق. عشان المنفصلين ياخدوا حقا. شكرا جدا لبرج العرب يا رب يكون القراءة عجبتك.